دكتور جهاد الحرزين أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة القدس مساء الخير عليك يا فندم وكل تعزياتنا فيما يحدث لديكم مساء الخير لك ولكافة المشاهدين الكرام ودائما كما عوضتمونا في قلب الحدث والوقفة التضامنية التي دائما نشهدها من مصر للأوروبا لها الأثر الكبير والتي هي تعبن عن أصالة هذه الدولة بكل مكوناتها بدلا من رئيسها انتهاءا بشعبها البطل والمجوار دكتور جهاد أنا سعيد نحياتك أستاذ للعلوم السياسية مش مجرد محلل سياسي أو عسكري عشان أسأل حضرتك عن هذا التباين الشديد في أراء الأقلام العربية ولا نخون أحد البعض يقول إذا كنتم تركتم فلسطيني القدس بصدور عالية تلقونا رصاصات الاحتلال الإسرائيلي لكان دمير العالم يشهد شهادة جديدة على إرهابية هذا النظام والبعض الآخر يقول وكلها أقلام لها قيمتها ونشرت فيه جرائد لها احترامها ولها يعني شهرتها السياسية البعض الآخر يقول لا ده السواريخ اللي بتطلقها حماس أعادت موازين القوى والمعادلة أصبحت الآن أن إسرائيل ستفكر ألف مرة قبل أن تسمح لأي من مستوطنيها بالاعتداء على فلسطينيين أو على المسجد الأقصى أو حضرتك شايف ده إزاي؟ يعني في البداية يعني بعد التحية لكم ما يجري على الأرض الفلسطينية من جرائم واعتداءات إسرائيلية متكررة هذه الجرائم التي هي ترقى وفقا للقانون الدولي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وجرائم أي بمعنى كل الجرائم التي نص عليها القانون الدولي هي ترتكبها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني ما يتعلق به سؤال حضرتك الذي تفضلت به ما البعض يقول كنتم تركتم أهل القدس يتصدوا والبعض الآخر يقول الصاريخ هذا أقول أولا بأن الشعب الفلسطيني منذ هذا الاحتلال وهو يواجه ويتصدى لكل إجراءات الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة وهذا الأمر الذي هو مكثول وفقا للقانون والقوانين والمواثيق الدولية التي دائما تؤكد على أن من حق الشعوب التي ترزح تحت نير الاستعمار حقا في مقاومة مستعمرها أو محتلها بمعنى أن الشعب الفلسطيني يقاوم بكل أشكال المقاومة ولكن هل المطلوب من الشعب الفلسطيني أن يتلقى الدربات ويبقى صامتا حتى ممنوع عليه الصراخ أو المواجهة أو رد الاعتداء على دولة الاحتلال هذا الأمر الأمر الآخر عندما تستهدف دولة الاحتلال للأطفال كما تفضل نتحدث الآن عن 220 شهيد فلسطيني وأكتر من 1400 إصابة فلسطينية نصف عدد الشهداء هم من الأطفال والنساء من الأطفال والنساء أكتر من 500 مصاب هم من الأطفال أي بمعنى هل بنك الأهداف الإسرائيلي الذي أعلن عنه نيتنياو هو كان بنك الأهداف المتعلق بالأطفال وبالنساء وبالأبراج السكنية والمنازل فإذا قالوا لك دكتور جهاد إن إحنا بنحاول نوصل لقيادات حماس وبما أنهم متحصنين بالشعب والشعب مش عايز يسلمهم فبيسقط غصبا عننا مدنيين من الأطفال أو النساء تقول لهم إيه أولا القانون الدولي لا يسمح بأن يتمقص أي مكان يسقطنه المدنيين وهذا وفق اتفاقيات جينيف الأربع وفق القانون للدولة وفق نظام روما الأساس وفي كل مؤسس والعرف الدولية التي تحمي وتحافظ على حقوق الإنسان لأن الإنسان قيمته هي الأغلى والأعلى في كل أنحاء البشرية وفي ظل هذا المجتمع الدولي الذي دائب ما ينادي بحقوق الإنسان قصر المدنيين العزل عندما تتحدث عن عائلة وأسرة بأكملها تتكون من عشرة أشخاص الأب والأم والأطفال تقصف عليهم البيت بكامل ويدمروا فأين الذين اختبعوا؟ عندما يتم قصر البرج الذي توجد به وكالات الأنباء والصحافة والإعلام ويتحدث الاحتلال بأن هناك أهدافاً كانت تستهدف لمجموعة من المخربين كما يدعي ويخرج اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ويقول لم نجد دليلاً على ما قالته إسرائيل بأن البرج كان يحتوي على مجموعة من المخربين أو مجموعة من المكاتب التي هي الاتبع على حماس أي بمعنى أن كل الفلسطين هو مستهدف بهذه المعركة دون تفريق أو دون تمييز ولذلك دولة الاحتلال عندما تقوم بقصف المدارس تقومها اليوم قامت قبل قليل بقصف وزارة الصحة الفلسطينية بمعنى أن الاستهداف هو استهداف الكل الفلسطيني أنا بشكرك يا دكتور جهاد وإحنا عندنا فقرة كاملة النهاردة للحوار مع الأستاذ مونير محمود البحث المتخص في الشؤون الفلسطينية أرجو من حضرتك أيضا أن أنت تتابعنا بشكرك جدا دكتور جهاد الحرزين أستاذ القانون والألوم السياسية بجماعة القدس